الاسبوع الماضي كان اسبوع الحياة مزدحم بالأحداث والزيارات اللي قام بها الرئيس المجلس الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي يمكن يوم الحد اللي فات استقبل الرئيس اليمني في قصر القبة النائب محمد ابو عينين وكيل مجلس النواب والنائب مصطفى بكر عضو المجلس يوم الاسنين الماضي ودار حوار حول تطورات الاوضاع في اليمن واكد الرئيس اليمني على تقديره لدور مصر الداعم لليمن في كافة المجلات واعرب عن تقديره للرئيس السيسي وقال ان انا بلغت الرئيس السيسي ان انا نريد بالفعل نقل تجربة تنموية المصرية اللي تمت في فترة زمنية سريعة وانه بيتبنى استنساخ هذه التجربة على ارض الوطن ومن جانبه قال النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب التحدث الحقيقة عن افاق التجربة التنموية المصرية ودور القيادة السياسية في طرح رؤية استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة في اطار رؤية مصر عشرين تلاتين وكان ايضا حاضر عدد من الشخصيات منه من دكتور سيد علي الباحث المتخصص في الشؤون اليمنية كذلك الحال في تحركات في الملف الليبي تجري في القهرة خلال هذه الساعات النهاردة التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوة وهبة قالت في تصريح لوكالة الانباء الليبية ان اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لاجراء الانتخابات في اقرب وقت اللقاء كمان تناول اهمية انجاح عملية او عمل لجنتي مجلس الدولة والنواب الليبيين في القهرة والتوصل الى يعني مصالحة وطنية حقيقية خصوصا انه الامور الان دخلت لمرحلة مهمة ولابد من اتخاذ اجراءات فاعلة كمان في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5 زائد 5 ايضا بتحصل على ارض القهرة والحية القهرة يعني بتوجهات سيد الرئيس عفاة عسيسي تحتضن هذا الملف جيدا وتتمنى بالفعل الوصول الى نتائج مهمة له خلال الفترة المقبلة